السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نهاردة عشرين ثلاثة اتنين وعشرين كنا عايزين نتكلم في موضوع مهم جدا هو الفرق بين إصابة الأزهار بالصقيع أو تعرضها للصقيع وبين إصابة الأزهار بالإنصرقنوز اللي هو لفحة الأزهار لفحة الأزهار عشان تنتشر أولا الجو حاليا مخير مناسب جدا لانتشاره لأنها عزة درجة حرارة في الخمسة عشرين ورطوبة عالية الرطوبة عالية بتتمثل ماء حر موجود على الظهر نفسيه شابورة ممكن أو مطر موجود مع حرارة يعني من حرارة عالية اللي دافية بينتشر المرض بسهولة ولكن في الفترات اللي فاتت ديا ما كانش الجو مناسب جدا لانتشار لفحة الأزهار فالعرض اللي قدامنا ده احنا كنا عايزين بس ايه نوضح الفرق العرض ده انا كده اشوفهم بعيد خالص نقول لفحة أزهار ولكن ده مش لفة أزهار انا كده انا كده الظهر ده اتعرض للصيقة ودي شجرة عويس كل ده مش لفحة أصغار ده عبارة عن أن الشجرة تعرضت للصقيع من حوالي أسبوع درجة حرارة تحت الصفر مدة طويلة فقدت أن الشماليخ تصعر بالشكل ده دي إصابة براجب السكيع ولكن نجوم غير مناسب خالص أن الزهرة تتعرض للإنصرقنوس أو لفحة الأصغار لفحة الأصغار لسه عليها بدري عشان بس نفرق والناس لأن الموضوع ده شغل يعني شغل بقى له فترة أن دي لفحة أصغار دي مش لفحة أصغار ولفحات الأصغار لسه الجو مش مناسب لها في وجه بحري حاليا ولكن مظهر وهي دول لأن ده لفحة أكد دي صباب السكيع شكرا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر